ومع دخول فصل الصيف وبدء العطلة الصيفية للمدارس بدأت حركة النشاط والإقبال على الحجزات لقضاء العطلة خارج البلاد من قبل المواطنين والمقيمين ورغم إقبال العملاء على الحجزات سواء عن طريق مكاتب السياحية والسفر أو الأونلاين إذن جزء من السياحة غير الوجه السياحية بسبب تأخر مواعيد الحصول على الفيزة السياحية في بعض الدول الأوروبية المزيد من التفاصيل نتابعها في سياق التغرير التالي عاد النشاط والإقبال على السفر من خلال حركة الحجزات سواء عن طريق مكاتب السياحة والسفر أو عن طريق الأونلاين خفت شوي وجهة السفر على أوروبا أكثر الناس عم تركز على شرق آسيا وعلى تركيا وعلى الدول الما بيحتاج فيزا أو الفيزا آنرايفل تركيا ودبي والقاهرة إضافة إلى بعض دول شرق آسيا أصبحت أكثر وجهات السفر للمواطنين خلال العطلة الصيفية الحالية أولا أكبر الناس على المكاتب السفريات الشغل تغير عن زمان الأونلاين ظهر أونلاين نأخذ مننا جزء من الشغل بس ما زالت برضو في أغلبية من الناس بتتعامل عن طريق المكاتب ممكن ما يجيش المكتب بس هو عن طريق التليفون الموضوع خلصان أكثر وجهات عندك تركيا بجميع مناطقها طرابزنوزنغول بودروم عن طاليا القاهرة السحل الشمالي الغرداء القونة في لندن في دبي طبعا حركة الرقود للسفر إلى أوروبا تأتي بسبب الازدحام الكبير على حجزات الموعيد للسفرات من أجل الحصول على الفيزا لدول أوروبا الحجزات حاليا كلها متوقفة على الفيز بالنسبة لتسعة تعمل في المئة لأن السيستم الفيز اللي هو التابع الوكيل للسفرات اللي يسلمك مسكر بشكل دايم يعني عندنا بعض العملاء عايزة تأخذ فيزا مثلا من أي دولة أوروبية بتلاقي السيستم ما فيش موعيد ولكن بشكل عام لا تزال الحجزات تزداد نشاطا خلال الفترة الحالية خصوصا مع ازدياد عروض السفر من قبل شركات السياحة والسفر نواف شراكي تلبزون دولة الكويت موسيقى موسيقى